بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد مما ثبت على النبي صلى الله عليه وآله قوله خيار المؤمنين أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم هذا الحديث يشير إلى حسن الخلق ومطلوبية حسن الخلق خيار المؤمنين أفضل المؤمنين أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا يعني الكنف الجانب لين الجانب تتعامل وياه تشعر شنو براحة مو صعب مو ثقيل طيب الموطؤون أكنافا الذين يألفون يعني يحبون غيرهم ويؤلفون وينحبون وتوطأ رحالهم أهل كرم أماكنهم رحالهم أماكن خيمهم وكذا محل دخول للناس توطأ رحالهم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يبين حسن الخلق حسن الخلق حسن التعامل مع الغير يظهر من أيضا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن صاحب الحسن الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم بعض الإخوة بعض الناس يتصور أن أكثار من العبادات هو كل شيء في شيء رئيس اللي هو شنو حسن الخلق هذا أفضل عند الله عز وجل على ما يظهر من جملة من الأخبار من نفس الإكثار من العبادات فالمؤمن ينبغي أن يجمع بين حسن الخلق والتعبد وأن لا يركز على شيء على حساب حسن الخلق أيضا من الأحاديث الواردة يقول ما يوضع عن النبي صلى الله عليه وآله عفوا عن النبي جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام قال حديث صحيح يقول إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا ترى هذه أعظم المنازل لم أدول أكمل الناس إيمانا يعني خلاص منه أحسنهم خلقا عجيب الحديث أيضا من الأخبار الواردة في شأن حسن الخلق يقول عليه السلام يقول المؤمن مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مؤمن لازم يكون واحد شنو ينحب ما يكون ثقيل ولذلك إخواني أرجو مننا جميعا إنهيئ أنفسنا نتابع أنفسنا نراقب أنفسنا في تعاملنا مع غيرنا هل أنا مألوف هل أألف غيري ولا دائما حالتي حالة سوء ظن حالة هذا يبي ظرني هذا يبي كذا هذا لا دائما شنو أهيئ نفسي ليه التعامل الحسن أدرب نفسي أدرب نفسي شيء بعد شيء يوم بعد يوم عندي تعامل سيء مع أولادي تعامل سيء مع الخادم تعامل سيء مع هذا اللي أشتري منه من المطعم تعامل سيء مع الاشتغل بالجمعية تعامل لا أبدي شنو أراقب نفسي على هالمستوى لأن هذه المرتبة الجاية بعد الفرائض أيضا في حديث لطيف جدا يقول عليه السلام عن عنبس العابد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام حديث صحيح ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله من أن يسعى الناس بخلقه عجيب يسعى الناس بخلقه يشيلهم بخلاقا عجيب التعبير وهذا شنو يأتي بعد الفرائض نسأل الله عز وجل التوفيق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر